هذه تحية لكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان نستعرض معكم نتاج ونتائج اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم في النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لبحث الترتيبات الخاصة بنهاء دوري أبطال إفريقيا استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدور الأبطال وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام بها النادي وقام بالتصعيد واتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال أيام الماضية بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدور أبطال إفريقيا في ملعب عينه للعام الثاني على التولي وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى كاف منذ عدة أيام وأبرزها تخصيص نصف ساعة الاستاد لجماهير النادي الأهلي وعلى أن يقوم النادي بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها تطرق المجلس أيضا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة الصفر إلى المغرب وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي أنما يتوجه فريق الكرة إلى كازبلانكا خلال الأيام القليلة المقبلة وعليه جاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي أولا الاستمرار في دعوة النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أي أن كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي تخلافات وهمية مع عنديات شقيقة يتحدث البعض عنها خاصة أن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ أربعة أيام ثانيا قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في الصفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع ما قيمته ثلاثة ألاف جنيه عن كل فرد من المسافرين ويقوم النادي بسداد هذه المبالغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل والتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر وحرص المجلس على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه ثالثا الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا مع الاتحاد الإفريقي فقط والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأنديات المغربية الشقيقة ومسؤوليها أخيرا تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأث بعثة فريق الكرة في النهاء الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني هذه القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة الذي دعي للكابتن محمود الخطيب اليوم بالنادي الأهلي بالجزيرة بحضود جميع أعضاء مجلس الإدارة وأيضا أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم للنادي الأهلي في هذه المهمة الوطنية وأن يحقق البطولة 11 في تاريخه بإذن الله كل أمنيتنا الطيبة لجماهير النادي الأهلي أن تبقي النادي دائما في المقدمة كما كانت شكرا لكم